كان أمس عشرين أوت وتذكر الجزائريون هجوم الشمال القسنطيني في 1955 ومؤتمر الصمام في 1956 وأيضاً الهجوم في الحقيقة هجوم الشمال القسنطيني تذكروا فيه أيضاً وكان رد جميل من الثوار الجزائر إلى الملك محمد الخامس رحمه الله وهذه في الحقيقة أيام لها تاريخ لها تاريخ وأيام نتذكرها باعتزاز سواء الهجوم الشمال القسنطيني اللي كان افتح مجال واسع وأدى إلى التعريف أكثر فأكثر بالثورة الجزائرية كانت في أشهرها الأولى ما زال مقضاتش السنة الأولى ومؤتمر الصمام اللي وين كان حوله بعض الخلافات والاختلافات فالرعي إلا أنه مما لا شك فيه أنه أعطى بعد آخر للثورة الجزائرية طبعاً هناك من له ربما رأي صائب أو له انتقاد صائب أو انتقاد يسمع في قضية مؤتمر الصمام مؤتمر الصمام شيطانة كبيرة جداً وإن كان كما قلت أنه كانت يومها حتى أيام ثورة كان بعض الانتقاد لمؤتمر الصمام لكن هذا لأسباب أخرى وطبعاً هناك أيضاً الانتقاد لشخص وهما أشخاص في الحقيقة مجاهدين شهداء بعضهم بعضهم فيما بعد توفى لهما هندسوا مؤتمر الصمام وعلى رأسهم عبان رمضان رحمه الله ورحمة كل شهداء البلاد أنا أقولي أنا مرات يسألوني الناس لما ندخل في الموضوع هذا كنت كلمت عنه عدة مرات الشيطان الرئيسية لعبان رمضان هو لأنه فرض مقولة أولوية السياسة العسكري الباقي كلها تفاصيل نعم هناك خلافات قول الشخص حول أنه مرات كان يعامل مساعديه أو الناس زملاء أو بنوع من الخشونة كان معروف عليه الخشونة هذا كله نقاش لكن الشيطان الرئيسية هو أنه كان منظر لهذه المبدأ هذا المبدأ لكبار الجنرالات قبلهم كانوا عقداء لكن كبار الجنرالات بشكل خاص كابرانات فرنسا ثم كابرانات الكابرانات اللي رحم اليوم يكرهونه كرهية شديدة جدا قضية الدولة المدنية اللي هي قلبها أولوية المدني أو سياسي على العسكري أي دولة مدنية يكرهونها كرهية شديدة لأن القناعة الراسخة لدى كبار الجنرالات خاصة الذين دخلوا في ذبح الشعب الجزائري في تسعينات بشكل أساسي هو أن الجزائر هي غنيمة حرب هم مرات يقولوا الفرنسية غنيمة حرب لا لا هم ينظرون الجزائر غنيمة حرب وأن هذه الغنيمة حرب يجب أن لا تخرج من أيدي كبار العسكر لا أقول العسكر فقط إنما كبار العسكر رؤوس العسكر عقلية العسكر حتى بعض ضباط صغار ومرت حتى سراجن يكونوا عندهم هذه العقلية أيضا لأن دخلوها لهم في الكابرانات دخلوها لهم في الثكنات لكن المبدأ العام أنا أعرف وأنا قضيت الخدمة العسكرية حتى داخل الجيش الحقيقة أن كثيرين يكرهون تسلط العسكري أو تسلط الجنرالات على الشعب الجزائري إذن الجنرالات في الحقيقة كرهيتهم إلى كل من ينادي إلى قيام دولة مدنية يكرهونه يشيطنونه يبعثون ذبابهم ثوراتهم المضادة قديما وحديثا أنا نعيشها ونكتوي بها لكننا نسعد لأننا نعرف أننا نزعجهم إزعاج رهيب ونقاومهم مقاومة شديدة وثبات ومستمرين إلى آخر نفس بإذن الله هذه هي القضية بالنسبة لعبا رمضان كما قلت كاين خلافات أخرى حول الشخص حول الرجل هذا لكن من ليس له حوله خلافات أو انتقادات في فكرة أو في رأي أو الناس تستطيع أن تختلف مع الناس لكن الشيطنة جات من هذا الفكرة وهي ما زالت مستمرة وكل واحد ينادي بقيام دولة القانون دولة العدل والحق دولة مدنية ستتم شيطنة مادام كبار الجنرالات يسيطرون بالدبابة يسيطرون بالبروباغندا يسيطرون بالإعلام اللي تحت الرونجيرس بقضاء التليفون بالبوليس والدرك اللي تحت رجليهم يسيطرون على البلاد إنهم كمشاء ولكنها كمشاء وإن كانت متصادمة وإن كانت متصارعة لكنهم يتفقون حتى الذين يسخطون من الأجنحة بالمناسبة حتى الذين يسخطون حتى الذين هم بعضهم في السجون الآن بعضهم ندم لكن حتى اللي بعضهم ما زالوا يؤمنون بأن الجزائر يجب أن تكون تحت حكم العسكري والمدنيين واجهة يختارون أبشع وأسوأ وأفسق وأفجر وأجرم وأخبث ما في الجزائريين ويضعونهم في الواجهة حتى يستطيعون التحكم فيهم ترجمة نانسي قنقر